السلام عليكم ورحمة الله وبركاته محاضرة جديدة من محاضرات دورة الإصابات الرياضية تحت إشراف مؤسسة علوم الرياضة للدورات التدريبية في المجال الرياضي إن شاء الله النهاردة المحاضرة الرابعة نتكلم على فيسيولوجيا حدوث الإصابات الرياضية طبعا قلنا أن علم وظائف الأعضاء أو علم الفيسيولوجي من العلوم المرتبطة بعلم الإصابات الرياضية اللي لازم تاخد فكرة عنها علشان تعرف إيه اللي بيحصل فيسيولوجيا لما اللاعب يتعرض للإصابة علشان تعرف إيه هي الإصابات الفيسيولوجية اللي ممكن اللاعب يتعرض لها علشان كمان تعرف إيه هي التغيرات الفيسيولوجية اللي ممكن أنت تشوفها أو تاخد بالك منها فتعرف إن فيه خلل أو تعرف إن فيه إصابة حصلت لللاعب بتاعك طبعا علم وظائف الأعضاء أو الفيسيولوجي من العلوم المهمة جدا المرتبطة بالاصابات الرياضية طيب احنا عندنا بعزين نعرف ايه هي فيسيولوجية حدوث الاصابات الرياضية لما اللعب بتاعي بيتخبط او بيحصل له اصابة فيسيولوجيا بقى ايه اللي بيحصل جوه اللي بيحصل جوه الجسم في المكان اللي هو تعرض للاصابة ده احنا عندنا اللعب لما بيتخبط او لما بيتعرض للاصابة المكان اللي اتخبط ده جميع الانسجة اللي موجودة فيه بتتأثر سواء بقى كانت عضلات سواء كانت عزام سواء كانت أربطة سواء كانت أوعادة موية سواء كانت أوطار سواء كانت أعصاب أي حاجة موجودة في الجزء أو في المنطقة اللي هي تعرضت للإصابة ديت بيحصل فيها خلل أو بتتأثر بشكل عام طيب لما بيحصل بقى التأثير ده أو لما بيحصل بقى الخلل ده اللي بيحصل أو بيحصل نتيجة إيه أو الكلام ده بتتأثر الأنسجة نتيجة إن بيحصل أو الدم اللي ماشي في المصاري الطبيعي احنا عندنا في الجسم كل حاجة لها مصاري طبيعي ماشي فيه فلما بيحصل بقى أو بيحصل تمزك أو تهتك أو هرس للأنسجة بتبدأ تلقائي الدم أو السائل اللي موجود في المكان ده بيبدأ يخرج عن المصاري الطبيعي بتاعه فبالتالي بينتج عنه فضلات خلوية تمام؟ فده بيحصل ليه؟ أو إيه السبب في كده؟ السبب إن اللاعب ده لما تخبط حصل له حاجة بسيطة جدا وهي تهتك للأنسجة أو تهتك للنسجة اللي هو تعرض للخبط ده ممكن تكون في العدلة ممكن تكون في العزاب ممكن تكون أعصاب بغض النظر أي مكان ولكن هي بتحصل نفس الخطوات دي تمام؟ فبالتالي لما بتحصل المشكلة أو بيحصل الخلل جوه جسمك أنت بتبدأ تحس بواجع طيب الواجع ده أنت هتسيب بليه؟ أو إزاي؟ أو الكلام ده؟ احنا قلنا في المحاضرة اللي فاتت أن الجسم كله فيه أعصاب تمام؟ فأنت بتبدأ لما بيحصل مشكلة في العدلة دي أو بيحصل خلل في الأعصاب هنا بيحصل معلش خلل في الجزء ده فأنت عن طريق الأعصاب اللي موجودة في المنطقة دي بتبدأ أن هي تلقائي تبعط إشارات لمخك مخك بقى بيبدأ يفسر لك الخلل أو يفسر لك المشكلة اللي في المكان ده على هيئة ألم فأنت دلوقتي حسيت بألم في الجزء ده علشان مخك بيقول لك الحق المكان ده فيه مشكلة في المكان ده فيه إصابة في المكان ده وطبعا درجة الواجع على حسب يعني المشكلة اللي موجودة هل مشكلة بسيطة ولا مشكلة كبيرة ولا مشكلة متوسطة فعلى حسب بقى المشكلة درجتها إيه فمخك بيترجم لك الكلام ده أو بيفصر لك الكلام ده على شكل بقى الألم أو الواجع اللي انت بتحس بيه تمام كمان الإصابة لما بتحصل بيصحبها نزيف النزيف ده بيحصل نتيجة ان حصل تمزق في الأوعية الدموية فبالتالي بيحصل ورم الورم اللي بيحصل في مكان الإصابة ده بيبقى نتيجة ان فيه تمزقات هنا في الأوعية الدموية فبيحصل النزيف فده طبعا أو بيكون غالبا بيكون قصير المدى ليه بقى؟ لان ميكانيكية التخصر تعمل على غلق الأوعية الدموية الممزقة والتغلط مع الجروح طيب تخصر الدم ده اللي هو إيه؟ اللي هو الدم بيتغلط تمام؟ بيتغلط في المكان ده فهي دي عملية التخصر تمام؟ بتبدأ بقى تعمل عملية استدعاء للمخلفات الدموية أو الخلوية اللي موجودة اللي بينتج عنها الورم تمام؟ لأنها بتعمل ضغط على مساحة أكبر من المكان اللي هو المصاب فبالتالي كده يعني لما بيجي مثلا في حد فيه إصابة في المقطة دي فانت لما بتضغط حواليها كده وتبدأ تبعد تبعد بتلاقي فيه ألم برضو حتى لو انت بعيد عن مكان الإصابة فده بينتج عن بينتج عن الضغط على مساحة كبيرة نتيجة بقى المخلفات الدموية والخلوية والكلام ده كله طيب ده بيساعد أو ده بيعمل على طول استجابة خارجية تمام؟ بتلاقي ان فيه درجة الحرارة في الجزء المصاب ده بتبدأ ان هي ترتفع آآ بتبدأ ان انت خلاص محتاج ان انت تتخلص بقى من المشكلة اللي حصلت أو الكلام ده كله فانت هنا بتبدأ بقى تستخدم التلج أو بتبدأ تستخدم التبريد طيب خلينا الاول هنا آآ يعد القلم حماية للمنطقة المصابة حيث عند الشعور به تتم معالجة الاصابة وتم التوقف عن الاستمرار بالتدريب الذي قد يزيد من شدة الاصابة تمام؟ طيب احنا عندنا ليه بقى بنستخدم التلج زي ما انا قلتلك احنا عندنا التلج ده له يعني مهمات كتير قوي بيعمل مثلا قبض للأوعات الدموية بيقلل من سرعة التوصيل العصبي للمخ طيب انا بستخدم التلج خلال 24 أو 48 ساعة من الاصابة اول 24 أو 48 ساعة من الاصابة ممكن توصل معها ل 72 ساعة على حسب درجة وشدة الاصابة طيب آآ لما ايه اللي بيحصل لما بيحصل قبض للأوعات الدموية لما بيحصل قبض للأوعات الدموية زي ما تكون مثلا ان انت مشغل حنفية مية المية بتنزل من الحنفية طول ما انت بتقفل الحنفية سنة بسنة طول ما كمية المية اللي نزلة من الحنفية طول ما هي بتقل معاك التلج بيعمل نفس الكلام ده مع الأوعات الدموية بيعمل قبض للأوعات الدموية فكمية النزيف اللي ناتج عن تمزق الأوعات الدموية الكمية دي بتبدأ تقل 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 فبالتالي كمية الورم بتبدأ ان هي تقل بيعمل كمان تقليل للتوصيل العصبي فبالتالي الاشارات اللي بتوصل للمخ بتبدأ تقل برضو نفس الفكرة بتاعة الحنفية كده انت إيه التلج لما بيأثر عليها تبدأ ان هي توصل ابطأ للمخ فبالتالي درجة الالم اللي انت حاسس بها تبدأ ان هي تقل معاك تدريجية تمام وبعد كده بقى بعد المدة اللي هي ان الانتهاء من المرحلة الحادة للاصابة على حسب درجة او شدة الاصابة ممكن توصل معاك لتلات ايام عادي مفيش مشكلة فهي بتاخد معاك من يوم لتلات ايام على حسب شدة ودرجة الاصابة والمدة دي اللي انت بتستخدم فيها التلج زي ما اتفقنا فيما عدا بعض الاصابات اللي انت ما بتستخدمش فيها التلج زي مثلا اصابات تقلص او الكلام ده طيب بستخدم الكمدات الدافية بقى وده عشان طبعا يعني تسهل بقى في ارسال الخلايا البيضاء للمنطقة اللي هي تعرضت للاصابة عشان تبدأ في التهم المخلفات بقى او تعمل زيادة للأكسوجين ان هو يوصل للخلايا ديت فبالتالي بيبدأ ان هو يتخلص بقى من الورم الدمو اللي حصل نتيجة الاصابة وده طبعا بيكون حاجة مهمة جدا بتساعد وبتسهل من التخلص من مخلفات الاصابة فبالتالي اللاعب بيبدأ يتحسن بشكل اسرع وبيبدأ يرجع تاني او يكتمل شفاءه بشكل اسرع طيب نيجي للنقطة اللي بعد كده وهي ميكانيكية حدوث الاصابات الرياضية احنا عندنا الجهاز الحرقي للانسان بيحتوي على عظام بيحتوي على مفاصل وطبعا بترتبط ببعض عن طريق الاربطة وعن طريق العضلات تمام تعتبر العضلات هي وسيلة انتاج الحرقة والعظام والمفاصل هي وسيلة تنفيذ الحرقة تمام طيب علشان كده او بتساعد الجهاز الحرقي ان هو يؤدي الاداء الوظائف الديناميكية بتاعته اللي هي بتعمل فيها بقى العظام والمفاصل والكلام ده كله بتعمل بشكل طبيعي على حسب بقى متطلبات الاداء الحرقي بتاعه او على حسب اداء الحرقي للمشاط اللي امتى بتأديه تمام علشان كده بتتوقف ميكانيكية الاصابات الرياضية على طبيعة اسباب حدوثها وفقا لما يقوم به اللاعب من حرقات حسب نوع اللعبة التي يمارسها وشكل الحرقة اللي هو بيؤديها خلال النشاط الرياضي بتاعه طيب عايزين مثال توضيحي بقى على الكلام ده عندنا مثلا لعب كرة القدم لما بييجي يضرب القرى مستخدما قدم يعني لما ييجي شوت القرى يعني تمام بنلاحظ اللعب هو بيشوت القرى الحرقة بقى الحرقة بتاعته وهو بيشوت القرى بتبقى فيها علاقة متغيرة بين القدم وبين الساق وبين الفغذ الفغذ وبين الجزع وبين الزراع وبين الكتف فبتلاقي الحرقة دي جسمه كله تقريبا شغال فيها تمام احنا عندنا نوع المفصل وطريقة تركيبه هو ده اللي بيحدد درجة الحرية ممكن هي تتعارض معه او ممكن هي يعني الحركة اللي هو بيعملها المفصل المدى الحركي بتاعه ما يسمحش بالكلام ده فبالتالي يعرض المفصل بتاعه للاصابة تمام فعلشان كده ما ينفعش ان انا اضغط على المفصل في مدى حرقي اوسع من القدرة بتاعته تمام فكلما اقترب المفصل من الحد الاكثر بسرعة عالية تقل فرصة التحكم في اقاف تلك السرعة بسبب الكسور الذاتي للكتلة مما يعرض اللاعب للاصابة زي اصابات تمزق الاربطة والالتواء الشديد تمام فاحنا عندنا ميكانيكية حدوث الاصابات الرياضية هي زيادة حدود المدى الحرقي اللي بتأثر او بتحصل نتيجة ميكانيكية الشد وممكن او هي بتكون مصاحبة لي اي اي او يعني بيحصل بقى فيها او بيكون اللاعب معرض اكثر ان هو يتصاب باصابات الالتواء تمام كده طيب نيجي بقى للعلامات الدلة على الاصابات الرياضية وهي مراحل التقام الاصابات الرياضية احنا عندنا لما اللاعب بيتعرض الاصابة او الاصابة بتأدي لزيادة الاحتكاك اللي بيحصل بين الانسجة وبيبدأ الدم يخرج من الشعيرات الدموية اللي هي اتعرضت للتمزق نتيجة الخبطة او نتيجة المؤثر الخارجي اللي كان او اللي واجه الجزء ده بشكل مفاجئ وبشكل قوي اعلى من كدرته فبالتالي تسبب فيه اه تمزق للشعيرات الدموية فبالتالي النتج عنها نزيف تمام اه طيب العملية ديت او المشكلة دي لما بتحصل بيبدأ يظهر بعض العوامل او بعض العلامات بقى زي الالم وزي الورم وزي اه الحمرار بتلاقي الجزء ده اه الجلد فيه بدأ ان هو يحمر والكلام ده وده طبعا بيكون اه او اللي بيترطب بقى على المشكلة دي ان بتبدأ تفقد القدرة الوظيفية بالنسبة للعضو المصاب بيبدأ يفقد القدرة الوظيفية بتاعته اه بيبدأ ان هو يفقد او ما بيقدرش ان هو يعمل الوظيفة الطبيعية اللي المفروض الجزء ده بيقديها بشكل طبيعي خالص ما بيقدرش ان هو يقديها في حالة وجود العلامات دي الناتج عن الاصابة اه وفي بعض الاصابات زي الاصابات اللي هي من الدرجة الاولى او الاصابات البسيطة الخفيفة مش اه ممكن العلامات دي ما تظهرش فيها فبالتالي مش هيحصل اي اعاقة او هيحصل اي مشكلة بالنسبة للعب العلامات دي اللي هي الالم والورم والاحمرار زي ما اتفقنا وطبعا الالم ده تحذير طبيعي اه بيحصل نتيجة ان فيه تلف الجزء المصاب ده فزي ما قلتلك ان عن طريق الاعصاب بيوصل اشارة للمخ عن طريق الاعصاب ان فيه مشكلة هنا وفيه خلل هنا علشان تبدأ ان انت تتعامل مع المشكلة علشان تبدأ ان انت تحل المشكلة ديت فبالتالي المخ بيفصر لك بقى المشكلة دي في هيئة قلم عشان كده بتحس بالقلم ده وطبعا انت لما بتستخدم التلج فالتلج ده بيعمل تقليل للتوصيل العصبي فبالتالي الاشارات اللي بتوصل للمخ بتبدأ ان هي توصل ببطء فبالتالي انت الالم بيبدأ يقل معاك الورم برضو بيحصل الورم في مكان الاصابة وده بيحصل نتيجة النزيف اللي حصل نتيجة مسلا تمزق في الشرايين في اوردة في شعيرات دموية كلام ده كله فبالتالي بيحصل راشح بقى للسوايا الخارج الخلايا اللي هيها تعرضت للتلف ديت وطبعا ده بيقدر نقص في الاكسوجين وطبعا اه بيبدأ الورم يظهر معاك لان طبعا النزيف كل حاجة او النزيف ده بيكون الدم ده بيكون له مصار طبيعي ماشي فيه تمام فلما بيكون ماشي في مصاره الطبيعي اه بيبدأ اه لما تتمزق بقى الشعارات الدموية ويبدأ يخرج من المصاري الطبيعي فما بيلاقيش مكان ان هو يروح فيه فبيبدأ يظهر معاك بقى تحت الجلد وبيبدأ يظهر الورم طيب الاحمرار بقى احنا عندنا الاحمرار والدفء ده مؤشر لزيادة امداد الدم للجزء المصاب وعندما يحدث تكون عملية الشفاء قد بدأت وعلشان كده بتبدأ ان انت تستخدم بقى كمدات المية الدافية عشان تعمل تنشيط للدورة الدموية واللمفوية وكرات الدم البيضاء علشان تسرع في عودة الجزء المصاب للطبيعة بتاعته او الحالة اللي كان عليها قبل الاصابة طيب نيجي الاخر نقطة معنا اللي هي التقام الاصابات بتبدأ مرحلة التقام الاصابات بعد 72 ساعة من تعرض اللعب للاصابة خصوصا لو الاصابة متوسطة او بسيطة وبتنتهي بعد حوالي 6 اسابيع وطبعا بتختلف بقى على حسب نوع النسيج اللي هو تعرض للاصابة وبتختلف برضو على حسب نوع الاصابة وبتختلف على حسب درجة وشدة الاصابة طيب بتختلف على حسب درجة وشدة الاصابة زي ما اتفقنا ان احنا عندنا الاصابة لها درجات وليها شدة يعني مثلا اصابة من الدرجة الاولى او تانية او تالتة او بسيطة او متوسطة او شديدة طيب نوع النسيج ده اللي هو ايه احنا عندنا الجهاز الحركي احنا قلنا ان الجهاز الحركي بيحتوي على اه نسيج عضلي بيحتوي على نسيج عظمي نسيج خاص بالاربطة اه اعصاب الكلام ده كله دمن الجهاز الحركي تمام فعلى حسب نوع النسيج هل الاصابة حصلت العضلة هل الاصابة حصلت العظمة هل الاصابة حصلت للرباط الوطر الكلام ده كله بيفرق طبعا في مدة الشفاء ومدة التقام الاصابة وكمان آآ في زي غدروف الرجبة مثلا لو حصل له قطع مش هيلتقم فبالتالي ممكن نعمل عملية ممكن لو القطع ده حاجة بسيطة ممكن نعمل عملية خياطة للغدروف ولو هو قطع كبير ممكن نعمل استقصال للجزء اللي تعرض للقطع ده ولانه هو ما بيلتقمش تاني تمام آآ بس لما بتعمل خياطة للجزء اللي هو الزغار القطع ده بيحصل التقام تاني ما فيش اي مشاكل خالص ونوع الاصابة والمكان اللي تعرض للاصابة يعني زي ما اتفقنا برضو في البداية من الاصابة ممكن تكون في الغلاف الخارجي للعضلة مثلا ممكن تكون في منشأ العضلة ممكن تكون في باطن العضلة او في جسم العضلة تمام ممكن تكون الاصابة آآ قطع كلي ممكن تكون قطع جزئي وهكذا فكل ده بيفرق بقى او ده بيديك المدة اللي هي تلتقم فيها تمام طيب احنا عندنا النسيج العضلي بيحتاج من 72 لحد 14 يوم اللي هما اسبوعين علشان يلتقم والنسيج العظمي بيحتاج ل72 ساعة لحد 3 اسابيع علشان يلتقم عندنا النسيج بقى او الاربطة بتحتاج من 72 ساعة لحد 6 اسابيع علشان تلتقم اللي هو شهر ونص وطبعا زي ما قلتلك بتختلف على حسب بقى درجة وشدة الاصابة وكمان في نقطة المدة ديت اللي هي التقام النسيج اللي تعرض للاصابة تمام ولكن بقى يعني مثلا الاربطة بتحتاج لحد 6 اسابيع عشان تلتقم مش معنى كده ان انت بعد 6 اسابيع تنزله الملعب تاني لا انت خلاص الاربط التقم ما بينزلش الملعب الا ما يستعيد حالته اللي كان عليها قبل الاصابة حالته بقى البدنية حالته الفنية حالته النفسية حالته كل حاجة من جميع الجوانب وجميع الجهات عضلاته ترجع زي ما كانت المدى الحرقي يرجع زي ما كان الحالة الوظيفية ترجع زي ما كانت اللياقة البدنية ترجع زي ما كانت النفسية ترجع زي ما كانت تمام تمام كده وبكده نبقى وصلنا لنهاية المحاضرة ولو محتاجين تسأله في اي حاجة سيبوها في الكومنتات او اه تواصله مع مؤسسة علوم الرياضة للرد على اي سؤال بخصوص المحاضرة